موسيقى اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم عشر سكايب حديث عراقي في الحلقة الماضية كنا قد بدأنا الحديث عن محافظة ديالة وعن مقدادية بنحو خاص بعض الأحداث التي تجري جرت وتجري فيها الأحداث الطائفية محاولات التغيير الديمغرافي استكمالا لحلقات طويلة وعديدة من محاولات التغيير الديمغرافي والاعتداء على المواطنين واعداماتهم وقتلهم والاستيلاء على أموالهم وثرواتهم تغيير الهوية صراعات الهوية الوطنية هذه العمليات التي تجرت منذ عام 2003 لحد الآن مستمرة من ضمن هذه الحلقات الحلقة التي تجري اليوم في المقدادية طبعا المقدادية المعلومات ربما لم يذكر ذلك في الحلقة الماضية المقدادية تبعد عن مركز مدينة بعقوبة التي هي مركز محافظة ديالة نحو 40 كم إلى الشمال الشرقي منها وهي تبعد عن بغداد بحجوة 90 كم مدينة بها تشتهر بالبساتين بساتين الفواكه بساتين برتقال بشكل خاص وبساتين النخيل وأراضي الزراعي أهلها يشترون بزراع ويقطعها نهر هو نهر المقدادية وتسمى أهل العراق سموناها سابقا شهربان وتمتاز بكثرة مساجدها التي أغلبها الآن محروقة ومدمرة وتعررت إلى أعدامات ومجازر وحشية في السنوات السابقة أموما ما يحدث في المقدادية صورة مصغرة لما يحدث في العراق أموما لما تفعل الميليشيات من دمار وتخريب وتدمير للبنية الاجتماعية في العراق منذ عام 2003 لحد الآن هذه الميليشيات موكلة إليها مهمة تمزيق النسيج الاجتماعي العراقي وجزء من هذا النسيج وفي ديالة ديالة يجب أن تمحى يجب أن تكون أرض سوداء أرض محروقة لصالح إيران هذا واقع الحال وبدأتها بميليشيات بدر واستكملتها العصائب وغيرها وكتاب حزب الله وغيرها من هذه المسميات الغريبة عجيبة التي دخلت علينا والتي كلها عصابات ليس أكثر عصابات متخصصة بالقتل والنهب والسلم هذا الجزء منه هو تعمل لأجندة خارجية أجندة تريد تدمير العراق المهم وكنا نتحدث عن البعض الذي يدعي أنه من العشائر وهو ليس من العشائر الحقيقة العشائر العراقية كانت طوال عقود عديدة والقباية العراقية لقرون كثيرة كانت تشكل اللحمة الوطنية كانت تشكل عمادا للنسيج الاجتماع العراقي كانت تدفع بخيرة ناس خيرة وطنيها إلى الساحة لكي يكونوا أساسا وثباتها للتثبيت الرأي الوطنية لمسك الرأي الوطنية وتثبيتها لكن هؤلاء في زمن شاذ والوضعية ربما تأخذ ذرشة كل المسميات ليست على حقيقتها فالبعض يدعو إلى تجريف الحقول والبساتين في المقدادية البعض من الميليشيات رفع السقف أكثر راح يتحدث على أسقاط تجربة جرف الصخر على ديالة والمقدادية بمعنى أن تسيطر عليها الميليشيات مثلما سيطرت على جرف الصخر تقتل أهلها وتشرد من يبقى من عيتهم وتسيطر عليها وتجعلها معسكر خاص بيها لا أحد يدخله لا أحد يعود إليه الكل يجب أن يغسل من ذهنه ماضيه وتاريخه وحياته هذه المنطقة التي ولد فيها وعاش فيها وله أرض يملكها من أجداده وبساتين يملكها من أجداده وتراث كامل ينسى ويذهب إلى مناطق أخرى مثلما حصل في جرف الصخر وجرف الصخر تحولت إلى معسكر للميليشيات ولا أحد يعرف يعني مصلخ ربما سجون ومعتقلات وتعذيب ومراكز قتل لا أحد يعرف يعني ربما هم يريدون إسقاط هذه التجربة والحقيقة هم يريدون إسقاط هذه التجربة على كل العراق يحولون العراق إلى جرف الصخر كله الميليشيات في المسيطرة هي الحاكمة وليس في العراق شعب إلا أجراء لديهم لدى الميليشيات يضرعون أوامرهم يرتزمون بكل ما تقول فيه إيران وبالتالي ينفذون الأجندة الإيرانية هكذا يريدون وهذا جزء من المهمة التي قام بها الحرس الثوري الإيراني في إيران وهو ما يريد أن يعممه على العراق فتكون هناك تجربة اسمها الحرس الثوري العراقي هذا ما يريدونه بواسطة هذه الميليشيات وديالة جزء نموذج ربما لهذا الوضع وقد شهدت ديالة مع الأسف الشديدة الكثير من هذه الأحداث ولا أحد يتحدث للأمم المتحدة تحدثت هذه التي تدعي أنها حريصة على أمن الناس وعلى حقوقهم وحياتهم وعلى العدالة الاجتماعية والعدالة الوطنية لا تتحدث بهذا الموضوع وبيانات خجولة من هنا وهناك لا تساوي شيئاً والعملية مستمرة وهذه الميليشيات تقتل وتهجر وغالبية وهناك تغيير ديمغرافي تحصة عندما تدخل ديالة تشعر بشكل واضح تلمسه لمسة اليد أن هناك تغيير ديمغرافي واضح تغيير سكاني في ديالة وقراها يريدون أن يفرغوا المناطق كلها لصالح إيران ويريدون أن يفرغوا العراق من هوية الوطنية لا هوية وطنية ولا راية وطنية واحدة هوية الجامعة لا وجود لها هناك هويات فرعية لا تساوي شيئاً هويات شخصية وهويات مناطقية وهويات عشائرية ربما وهي كلها تستضر بالهويات الميليشيية وبالتالي تعود إلى الراية الإيرانية في ظل الراية الإيرانية هكذا يريدون من ديالة ومن غيرها لذلك ما تشهده ديالة ما تشهده المقدادية قضية كبيرة الحقيقة الناس تستغيث خلال هذه الأيام كنا نشهد عمليات تشعر لها الأبدان من عمليات قتل إعدامات ميدانية إحراق المنازل مراكز الصحية البساتين للحقول السيارات الممتلكات تهجير اعتداء سب شتم تغييب اعتقالات لأحده والقوات الأمنية التي تدعي أنها تحمي المواطنين بعيدة كل البعد عن ذلك والبعض يذهب ليقول يصرح تصريحات غريبة عجيبة وهي ميليشياوية تتماشى مع الميليشيات تماشى مع النفس الموجود الآن في العراق مع الأسف الشديد الذي يحكم العراق منذ عام 2003 لحد الآن يريدون أن يغيبوا الحقيقة ويقولون يعني مثلما الناطق ناطق باسم القيادة العامة أو القوات المسلحة في البداية قال أنه يعني لا وجودة لتهجير ماكو هذا التهجير كذب هاي كذبة كبيرة وهذه دعايات إعلامية فقط وبعد ذلك اعترفوا بها فالبعض أيضا ذهب وقال أنه شيوخ العشائر يقولون لنا ماكو تهجير وماكو هذه القضية هناك طرف ثالث عدنا للطرف الثالث من هو الطرف الثالث؟ لا أحد يعرف منه الطرف الثالث هذا الطرف يا ربما جانا بصحون فضائية من المريخ هذا الطرف الثالث لا أحد يعرف الطرف الثالث متظاهرين في ساحات التظاهر في ثورة تشريم قتلهم الطرف الثالث ولا أحد يعرف من هو الطرف الثالث والحكومة تدعي أنها مع القانون ومع المعرف منه وأنها ستحاكم القتل وتكلم بالطرف الثالث من هو الطرف الثالث؟ لا أحد يتحدث منه والطرف الثالث والكل يعرف الطرف الثالث لا طرف الثالث هناك في العراق يعني خندقين خندق الشعب وخندق الحكومة والعملية السياسية والميليشيات والقوى التي تحمل السلاح المنفلد وغير المنفلد من تحمي الحكومة والعملية السياسية تحمي هذا النظام السياسي وهناك الشعب الأعزل الذي يقتل منه ويحاولون تغيير هويته ويحاولون استبداد عليه وإسكاتف بكل قوة هذا واقع الحال ربما يعني أيضاً وقت هذه الحلقة لن يسمح بالمضي أكثر في الحديث عن هذا الموضوع سأترك لي حلقة أخرى ألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم